رفض مطلق لجميع الضغوطات والتهديدات المسلطة على القضاة هذا أبرز ما دعا إليه المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في لائحة أصدرها تنديد بالتهديدات والاعتداءات التي طالت في الفترة الأخيرة عديد القضاة أثناء أداء وظائفهم بمختلف محاكم الجمهورية وقد طالب القضاة في اللائحة الجهات القضائية المتعاهدة بالنظر في وقائع تلك الاعتداءات والبت فيها بالسرعة المطلوبة المجلس الوطني للجمعية أكد ضرورة دعم تدابير المستعجلة لتوفير الحماية للقضاة وتأمين المحاكم وتعزيز التواجد الأمني بها وفيما يتعلق بالقوانين الأساسية للسلطة القضائية طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين لجانا صياغة مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية بالتعجيل بإنهاء أعمالهم في أقرب الأجال وفق ضمنات الاستقلالية القصوى إلى جانب ذلك دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى تفعيل صلاحياته القانونية في تقديم المقترحات ذات الصلة بالإصلاح القضائي وبخصوص الاستعدادات للحركة القضائية المقبلة فقد طالب القضاة المجتمعون مجلس القضاء العدلي بالإسراع في إعلان معايير الحركة القضائية ومعايير تقييم القضاة وقائمة الشغورات بالمحاكم والمؤسسات القضائية معنا في الستوديو لمناقشة هذا الموضوع السيد أنس حمادي رئيس الجمعية أو جمعية القضاة التونسيين سيانس مرحبا بك أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة مرحبا يا أستاذ نبدأ بلقاء اليوم في قصر قارتاج التقيتم رئيس الجمهورية نظمتم ندوة صحفية قبل ذلك عندكم كثير من الشكاوى في الحقيقة وكثير من النقاط التي تصرون على طرحها للرأي العام بماذا أفدتم الرئيس اليوم وماذا أفادكم بالفعل اليوم كان لدينا لقاء مع السيد الرئيس الجمهورية بطبيعة الحال نتوجه إلى رئيس الجمهورية بوصفه الساهر على حسن تطبيق الدستور وهو في أعلى هرم الدولة لأن المشاغل التي تهم الشأن القضائي تهم كافة السلطات وكافة المسؤولين في الدولة هذا شأن قلناه ونقوله وسنقوله ليس شأنا قضائيا صرفا معناها صحيح أن نجد أنفسنا في مقدمة المدافعين على الشأن القضائي والمعنيين بالشأن القضائي ولكن لا يجب أن يترك القضاة بمفردهم في التعاطي مع الشأن القضائي خاصة في ذل التطورات والأحداث الخطيرة التي قاعدت تحصل في المدة القليلة القادمة واليوم كان لدينا استعراض لمجمل هذه الأحداث مع سيد رئيس الجمهورية لأن المسألة أخذت واتيرة تصعودية لم نعد نتحدث على مجرد اعتداء في هذه المحكمة أو في هذه المحكمة أو مجرد خلاف بين قاضي ومحامي أو قاضي ومواطن هناك تواتر لهذه الاعتداءات هناك نوع من مركزة هذه الاعتداءات في بعض الجهات بعينها ونجد جهة مثل جهة الكيف يقع فيها ثلاثة أو أربعة اعتداءات في حي الزمن قصير ثم وقت نلقاوا قضاة يتم استهدافهم على خلفية قضايا يتعهدون بها وقت نلقاوا مواطنين يدخلوا إلى مكاتب السيد القضاة ويقومون بعملية تهديد بحرق أنفسهم وحرق المحكمة وحرق حتى القضاة هناك حتى ريب ذرب بمن ترقى قاضي في أثناء المحاكمة هذا حصل في المحكمة العسكرية وما يحصل في المحاكم العدلية أكثر بكثير ما يحصل بطبيعة الحال هذا حصل في المحكمة العسكرية وهي المحروسة وهي المتواجدة في ثكنة وهناك شرطة عسكرية موكول لها مهمة حماية المحكمة والتدقيق والتحري في كل من يلجي إلى المحكمة ويخرج منها كل هذه الإجراءات غير موجودة في المحاكم العدلية عادة بعض الإجراءات البسيطة والبسيطة جدا ونجد في سيد قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بالكيف مواطن يدخل حتى البيروه ومعاه قارورة فيها البنزين ثم يطلب إطلاق صراح شقيقته حالا وثم يعمد إلى سكب البنزين على نفسه وفي أرجاء المكتب والمكتب كان يوجد فيه سيد قاضي التحقيق وكانت سيدة كاتبة التحقيق ومعاه متربسة معنى كانت هناك كارثة حتى مكتب سيد قاضي التحقيق يوجد فيه مكان خطير ومعاه أنه شبكة التنوير كلها على برة والناس كلها كما أشخافي عليهم وضعية المحاكم حالة اهتراء البنية التحتية تفادينا كارثة لأنه سيد قاضي التحقيق بشجاعة مشهودة ينقذ على يد المعتدي ويفتك منه الولاعة اللي من حون ألطف الله أنه ما تمكنش بأنه يشعل النار وفي كل مرة نتفادى كارثة وانا ذي قلته اليوم سيد رئيس الجمهور وقلته سابقا إلى السيد رئيس الحكومة كما تحدث فيه مع السيد وزير الداخلية ومع السيد وزير العدل تواجهنا إلى كل السلطات لكن سلاحيات الرئيس محدودة في هذا الباب والسلطة مستقلة عن بعض البعض في تونس أم هل قصدتم الرئيس لدوره الرمزي وقيمته الاعتبارية فقط؟ هو نحن قصدنا التوجه إلى جميع السلطات جميع السلطات دون أي استثناء ونحن نعرف جيدا الصلاحيات لكننا كذلك نعرف أن السيد رئيس الجمهورية يمكنه أن يلعب دورا ودورا إيجابيا وفاعلا في مثل هذه الوضع لأنه كما قلنا ليست مسألة متع صلاحيات هذه هذه مسألة فيها تهديد للقضاء وفيها تهديد لأمنهم ولحياتهم ولعائلتهم هل وعدكم بشيء في هذا السياق؟ أحنا نسجلنا بكل إيجابية هذا اللقاء سيد رئيس الجمهورية أكد أنه سيتحدث في هذه المسألة مع سيد رئيس الحكومة ومع المسؤولين في الحكومة وأنه سيولي هذه المسألة كل الاهتمام ويعطيها كل العناية اللازمة أحنا أردنا أن لا نترك أي باب يستحق أن نتركه إلا وطرقناه وأعتقد أن نتركنا الأبواب الصحيح ودون أي تمييز توجهنا إلى كما قلت إلى السيد رئيس الحكومة تحدثنا مع السيد وزير الداخلية مع السيد وزير العدل مع السيد رئيس الجمهورية حسسنا جميع الجميع الآن يعلم أن القضاءات يتعرضون إلى تهديدات خلوضح أكثر للرأي العام سي أنس لنكذكرت الاعتداءات ولم نوضح التهديدات ممن ولو أنه نعرفها ونعرف أغلبها على قل والمضايقات من السياسيين ممن هم في السلطة ممن هم في المعارضة ممن يضايق القضاءات في تونس هذه التهديدات هي تهديدات متنوحة هناك تهديدات في ارتباط بالقضايا الإرهابية تعرفوا أن القضاءات يتعهدون ويبشرون مجموعة من القضايا الإرهابية ويمثل أمامهم متهمين من نوعية خاصة وسيدة كنت ذكرت واقعة لحصلة في المحكمة العسكرية وهناك تهديدات ومضايقات في علاقة بقضايا حق عام هناك تهديدات ومضايقات في علاقة بقضايا العدالة الانتقالية وكنا أشرنا إلى هذا لأن هناك من يرفض الامتثال إلى الدعوات وإلى البطاقات القضائية التي تصدر على الجهات القضائية المتحدة بقضايا العدالة الانتقالية لكن الأخطر من هذا أن هناك جهات رسمية وجهات أمنية ومدعومة بنقابات أمنية تدعو إلى عدم المثول أمام المحكمة وتدعو كذلك إلى عدم تأمين المحكمة وهذا يشوفناه في بعض النقابات الأمنية في جهة جيبز وهذه مسألة خطيرة وخطيرة جدا وهناك تهديدات في علاقة بقضايا الحق العام وطالبي الخدمة القضائية الذين معناها يلجون المحكمة بصفة يومية كما يحصل في جهة الكيف لأنه جهة الكيف ومن المفارقات الواقعة ما حصلتش كان في القضاء العادل حصلت في الدائرة الجهوية الابتدائية للمحكمة الإدارية بالكيف قل قايل محكمة إدارية لماذا يقع الهجوم عليها لماذا يقع معناها التهديد قضاتها بنفس الطريق وبنفس الشكلة مجموعة من المواطنين على خلفية قرار إيقاف ولا مطلب في إيقاف تنفيذ قرار بالهدم يتم اللجوء إلى المحكمة ويتم إجبار أعضاء المحكمة وهيئة المحكمة على إصدار قرار في ساعة متأخرة معناها في آخر المساء وتم تفادي واقعة إحراق المحكمة وإحراق من فيها هدايا بطبيعة الحال وإحنا قلنا في أكثر من مناسب أنه ندعم هذا التوجه الجديد لإنفتاح القضاء الإداري وبعث هذه الدوائر القضائية للمحكمة الإدارية في الجهات واثناش دائرة جهوية موجودة وإحنا نحظ زملائنا على الذهاب لأن القضاءات الإداريين متعاودين أنهم يخدموا كان في تونس لأنه كان فما محكمة إدارية فقط في تونس القضاء الإداري كان ممركزا في العاصمة الآن انفتح على الجهات ونحن نحظ زملائنا على الذهاب إلى جميع الجهات وليس لدينا أي تمييز بين هذه الجهة وهذه الجهة ولكن في مقابل ذلك لابد أن يوجد التزام من الدولة التزام بحماية القضاءات وحماية مقرات المحك هذه المسئولية موكولة للسلطة التنفيذية نحن توجهنا إلى جميع المسئولين في السلطة التنفيذية حتى نأتي على موضوع التهديدات في أغلب جوانبو قبل نحيل الكلمة ليوسف القضاءات ينظرون أيضا في قضايا الفساد مكافحة الفساد بارونات تجار كبار من ينظر في شأنهم في قضايا فساد هل هددوا القضاءات هل هم من الجهات المهددة أيضا ذكرت الإرهاب يهدد أيضا العدالة الانتقالية أو المعنيين بها ربما والإجرام المجرمي الحق العام هو أحنا شفنا قضايا فساد مالي يقع عليها ضغط ليس بصفة تهديد مباشر وإنما ضغط من نوع أخر ضغط عن طريق وسائل الإعلام ضغط عن طريق خروج محامين معناها الأشخاص المورطين والمنسوب إليهم اتهامات في هذه القضايا يخرجوا إلى الإعلام لإعطاء وجهة نظر مخالفة بمناسبة بطاقة إداع أو بناسبة إجراء قضائي وفي المقابل في المقابل لن نلوم القضاء على أنه في قضايا الفساد لا يتحرك ولا يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة هي جملة من التهديدات أنا أعتقد أنه إذا كان نؤمن بدولة القانون ونؤمن بدور العدالة في دولة القانون لا بد أن نهيئ الأرضية المناسبة حتى يعمل القضاة هما الضغط الذي مصلت على القضاة من الملفات في حد ذاتها هذا يكفي لأن هذه الملفات ليست ملفات سهلة ملفات صعبة ومعقدة وتحتاج إلى تركيز كبير وإلى إجراءات وإلى أنه ينقطع القاضي عن كل ما يمكن أن يلهيه على البد في هذه الملفات فما بالك إذا كان نزيد عليهم هذا الضغط من النوع الآخر لذلك أحنا لابد أن الرسالة تكون واضحة لابد أن ندعم القضاة في أعمالهم وندعمهم كذلك في المحيط الذين يعملون فيه ولابد من استثمار في القضاة والاستثمار في العدالة وتوفير كل وسائل الحماية للقضاة داخل فضاء المحكمة وخارجهم سنأتي على أمثلة أكثر تفصيلا فيما بعد يوسف تفضل عنك سؤال هذا سيد القاضي اللي فهمنا هو أن التهديد الأساسي اللي مواجه للقضاة هو في الحقيقة من المجرمين الصغار بالأساس ونتيجة معروفة هذه الاعتدائية كما قلت اللي حاول يحرق لم نستشعر وأنه فما تهديد آخر من أذكر لك مكي منذ قليل قضية اللوبيات هذه القضاة وكأنهم في بعض الأحيان متهمون بأنهم يخضعون للسلطة السياسية وهو تهديد معناها لم نسمع الحديث عنه هل أنه القضاء الآن تؤكد لنا أن هذا القضاء مستقل تماماً وسلاح الاستقلالية في يده الآن كاملاً وهو يتحمل ما يجري الآن وما يقال من انتقادات كبيرة للقضاء سواء كان في ملف الجهاز السري اللي يراوح في مكانه منذ 2013 إلى حد الآن معناها مؤخراً تحركت بعض الأمور ولكن فهل معنى ذلك أنه القضاء هو الذي يتحمل ذلك إذا كان مكي عندكمش ضغوطات سياسية بمعنى ذلك أنكم أنتم من تتحملون مسؤولية ما يحصل الآن هل ترى من يهدد القضاء هم فقط هؤلاء المنحرفون الصغار لأنه سمعتك ركزت فقط على هذا جرام نعم أنا بتبيت حال قلت التهديدات هي متنوعة ومصادرها كذلك متنوعة ولكن كما تعرف سيادتك أنه مسألة الاستقلالية هذه مسألة متع صيرورة وإحنا بدأنا في مصار الاستقلالية والاستقلالية معناها ما ديش ما بين نهار وما بين عاشية وضحاة كما يقال الاستقلالية هذه هناك استقلالية ذاتية للقاضي وهذه موجودة نجم أقولك بنسبة عالية وعالية جداً في القضاء ولكن هناك كذلك الاستقلالية المؤسستية وحتى الاستقلالية تحتاج إلى آليات حتى تركز وحتى تفاعل والاستقلالية ليس أن نترك القاضي في مواجهة مصيره نترك القاضي معناها بدون حماية بدون وسائل عمل بسيطة بدون حتى نوعية القضايا ونوعية البحث في بعض القضايا المعاقدة تحتاج إلى أنه لا يتدخل فقط القاضي هناك تقييمك إلى مقدار هذه الاستقلالية منسوب استقلالية القضايا تقديركم لها ما يمكن أن نأكد وانا اليوم احنا في اللحظة هذه أنه هناك معناها تقدمنا خطوات كبيرة في اتجاه الاستقلالية أنا منجمش نجم نقولك اليوم نجم نقولك نعرف قضايا مستقلين بنسبة 100% وهم كثر من الجنسي الجنس الذكور والجنس الإناث وجنس الإناث موجود في القضايا بكثرة وهذا مفخرة لنا وانأجي من أكد لك أنه ثم محاكم معروفة وثم قضاة ومكاتب تحقيق معروفة لا يدخلها أي ريب وبالعكس أنه حتى المتهمين يتساءلون في أي مكتب وأن حتى السيد المحامين في أي مكتب بمجرد تعيين القضايا في مكتب يقول لك لكن هدايا راهوا لابد أنه العمل عليه ما نجمش أنا نقولك تاويكرا نحققناها بنسبة 100% المهم اللي نفهمه سيد القاضي نفهمه أنه ربما نحتاج إلى سنوات أخرى ليكون القضاء مستقل والمنظومة هذا استنتاج إذا كان العمل من قبل كيفة الجهد من قبل المجلس الأعلى قضاء بوصفه هو المؤسسة الأولى في صدارة تركيز وضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله ولكن يجب العمل مع المجلس الأعلى قضاء نحن كجمعية قضاء تونسين نعمل على ملف استقلال القضاء وندفع زملائنا لأنهم يتحلوا بأعلى درجات النزاهة والكفاءة والحياد والاستقلالية وندفعهم لأنهم يكونوا شجعان في مواجهة هذه الملفات الخطيرة وهناك من يتحمل مسؤوليت ولكن هناك منظومة كاملة لكن احنا كجمعية قضاء تونسين ولكن المجلس الأعلى قضاء ليس هو المسؤول على أمن المحاكم أمن المحاكم في يد السلطة التنفيذية كذلك الوسائل المادية لعمل القضاء في يد السلطة التنفيذية في هذا السياق لو أمك أنتم مسؤولون عن الصورة التي تقدمونها عن أنفسكم حتى يحترم الجميع القضاء لابد للقضاء أنفسهم أن يدافع عن هذا الاحترام ما حدث مؤخرا مع محامي أولياء السيد سيف الدين مخلوف معروف الأمر محامي أولياء الأطفال فيما بات يعرف بضحايا مدرسة أرجاب لم يتحرك القضاء وتابعت العبارات التي قيلت من محامي لقاضي لزميلكم في النهاية لم يحدث شيء تقريبا لا مش لم يحدث شيء تقريبا قول ماذا فعلتم كجمعية أحنا جمعية كنا صدرنا بيان في حينه وكنا زد حملنا المسؤولية قضاءيا لم يحدث شيء اتصلنا كذلك معناها طالبنا الهيئة للممثلة المحامي هيئة المحامي كذلك أنها تتحمل مسؤوليتها طالبنا سيد وكيل الجمهوري أنه كذلك يتقدم بشكاية ويتم هناك شكاية تقدمت ولكن يبدو أن المسألة تم تسويتها بناء على اعتذار وبناء على اتصالات تعرف القضاءات القضاءات لا يريدون التشكي القضاءات لا يريدون هذا يزكي منطق الاعتداء على احترام وحرمة القضاء هذا ليس إفلاق من عقاب بالعكس أنا كنت طالبة إلى أنه يتم التشكي ويتم الأسرار على التشكي ويتم احنا تعهدنا زدها بأنه نتابع كل هذه الملفات اللي تستهدف القضاءات ونشوف المآلها واللائحة الأخيرة اللي صدرت يوم أمس على المجلس الوطني كنا طالبنا الجهات القضائية المتعهدة بالملفات أنها تسرع بالبد فيها وأنه نجد مآلات واحنا من أكثر الجمعيات اللي دفعنا على مناهضة مسألة الفلات من العقاب ولكن بتعبية الحال هناك في بعض الأحيان في الإفلات من العقاب قضية ناجم الغرسلي زميلكم السابق وزير الداخلية السابق لم يحدث فيها الكثير أيضاً هذه القضية متعهد بها القضاء العسكري وليس القضاء العدلي ورغم هذا أنا شخصياً كنت تحدث فيها الرأي العام ينظر ليك قضاء في نهاية كله إفلات من العقاب هو مسألة الإفلات إحنا كلما استشعرنا أن هناك نوع من أنواع الإفلات من العقاب وأنت ذكرت مثالاً نجم نذكر لك عديد الأمثلة إحنا تحدثنا كذلك على واقعة الاعتداء على محكمة بن عروس في فيفري ألفين تحدثنا حتى على مسألة أخرى في علاقة ببعض الشخصيات وفي علاقة بالعفو الخاص وفي علاقة بالبطاقات القضائية تحدثنا كذلك بمناسبة تعهد الدوائر القضائية تعرف أنتم الحملة وقل الدوائر القضائية أصدرت مجموعة من القرارات القضائية بتحجير السفر على وزير الداخلية الأسبق سيد أحمد فريعة كيف هناك هجم وهناك حضور يومي يكيد يكون وقد روفي عنه الحضر على السفر مؤخراً وقد روفي عنه الحضر لأن القضاء يقوم بواجبه وليست له عداوة شخصية مع هذا يطبق القانون على الكافة حين تضطر المسألة إلى اصدار مثل هذه البطاقات لضمان مثول المتهمة أمام المحكمة وضمان عدم إفلاته من العقاب ونذكر أنه هنا في قضايا العدالة الانتقالية بمناسبة أول قضية في العدالة الانتقالية التي نشرت في محكمة الابتدائية بقابس المتهم الرئيسي بعد الجلسة الأولى فر وغادرة تراب الوطن وهو الملف وهو المتهم الرئيسي والذي هو محور بقية العناصر الضالعة في هذه القضايا وهذا لا يخدم بطبيعة الحال العدال ولا يخدم القضاء وهذا أنا أعطيك أنا مثال من ضمن الأمن القضاء يعمل بكامل الحياد وبكامل النزاها بقطع النظر على الأسماء يعمل بناء على الملف وما يحتويه من مؤيدات والدليل على أنه سيد أحمد فريعا وقته اقتضى الأمر تحجير السفر عليه اتخذ القضاء هذا الإجراء ثم بعد ما تبين وأنه لم يعد هناك أي مبرر للإبقاء على هذا الإجراء تم رفعه القضاء يعمل أيضا بزمنين وسرعتين ومقياسين يقول البعض وأعطيك أمثلة على ذلك في قضية شكري بالعيد والبراهم والاغتيالات تعرف رقم مكتب التحقيق لن أضيفه جديدا إذا ذكرته لم يتحقق الكثير من باب تحريك التعاون من باب ما فتح تحقيقات جديدة طالبت بها هيئة الدفاع بينما في موضوع إيقاف برنامجين تلفزيين بسرعة القاضي كيفما كانت رتبته تحرك وأصدر إعلاما للقناتين وللإعلاميين المعروفين أليس هذا أو لسنا أمام زمنين وسرعتين في القضاء هو القضية تختلف متابعة الحال ما أنا الحزة اللي بستقولها عرفت لا أنا سأبدي رأيي معناها بكل على الشي تحرك بسرعة أحيانا وببطء شديد القضاء والمدونين موضوع آخر تونجيب من حيث المبدأ لا يمكن معناها تقديم هذين المثالين قضية الشهدين شكري بالعيد هذه قضية هذه ملف جنائي يتطلب تحقيق بحث أولي وتحقيق وعديد الاختبارات وعديد السماعات والاستنطاقات والمواجهات وإعطاء الكلمة لللسان الدفاع والكلمة لللسان القائمين بالحق الشخصي هذا ملف بطبيعته من الملفات الضخمة اللي يحتاج هو اغتيال مهندس الزواري مرت الأمور بسرعة سيد القديم هذاك اغتيال كذلك ملفات الفساد المالي هذه ملفات معقدة هذه الإجراءات والتحفظية والقرارات التحفظية اللي يتخذها القضاء بمناسبة النظر في ملف هذا بتبقى حال طبيعة القرار تحتاج إلى السرعة كما عنا احنا قضايا أصلية عنا قضايا استعجالية فما تعادت واحد يمشي للمحكمة قضية متعودة تدوم إلى سنتين أو ثلاث وقضية استعجالية من ساعة إلى أخرى في يوم أو في حتى في نصف يوم يستصدر ذلك احنا وطبيعة الملف ولكن هذا اغتيال الزواري الشهيد الزواري فاجهات أجنبية وأعقد الموضوع كما يقول البعض وفورا تم الكشف عن كثير من المعطيات والجهات في شكري بالعيد والحاج للبرامي اللي يرحمه منزوز أطراف تونسية وثم أسماء مذكورة مطلوب فقط تحريك الأمور والدفع بها نحو منتهى ليس أكثر حتى بالنسبة لقضية الشهدي نعرف إلي هذه القضايا فيها عدة مسارات هناك قضية اللي فيها المتهمين الرئيسي واللي هي تم إحالتها على المحك ونعرف إلي أن قضية الشهيد شكري بالعيد لديها معناها من أنظار الدائرة الجنائية وتم معناها نشرها في عديد الجلسات كذلك قضية شهيد البرامي كذلك من أنظار الدائرة الجنائية وتم نشرها في عديد الجلسات القضايا التي تحدث ما يسمى بالجهاز السري هذه قضايا لاحقة إلى القضايا الرئيسية وبطبيعتها تحتاج إلى مجموعة من البحث ولكن أنا زيادة كيف كيف أنا بدي يسوقني ويسوق القضاء الحديث على زمنين مختلفين في نفس النوعية من القضايا وينا بطبيعة الحال ديما كنا ومش أول مرة كنا دائما ندعو زملائنا إلى أنه رغم معناه اتخاذ وسائل التحري والبحث اللازمة والفحص والاختبارات الضرورية ولكن هذا لا يجب أن يطول إلى مدة يفقد معها المواطن وإلا الطرف في القضية الثيقة في القضاء والثيقة في الوصول إلى حقه ونحن كنا دعينا في أكثر من المناسبة إلى أنه يتم التعجيل بالبد في هذا الملف وأن يتم إظهار الحقيقة ونحن كجمعية قضاء التونسيين معنيون بكشف الحقيقة في هذا الملف وقلناها ونعيدها فليتحمل كل من له مسؤولية يتحمل مسؤوليته سواء ثبت وجود هذا الجهاز أو لم يثبت وجود هذا الجهاز يصح عنده تفاعل هو في الحقيقة أنا عندي ملاحظة وسؤال الملاحظة حول ما تفضلت بذكره معناها في قضية اغتيال الشهدين بالعيد والبره يعني هل أنت راضي مثلاً على المسار اللي خذته هذه القضية من 2013 وهناك وثائق مدفونة والقضاء لا ينظر فيها ووزر داخلية يتمفي ثم يثبت لاحقاً أنها موجودة وتحدثني واسمح لي سيد القاضي في هذا تحدثني بنوع من الرضا وتبرر ذلك على أساس أنه هذا مصار وكأنه تبرر أربع أو خمس سنوات تقريباً لا شيء معناها تم تفحصه من هذه الوثائق اللي تم مصطفى خذر حديث فيها برشة برشة معطيات ومع ذلك القضاء لم ينظر فيها وأنت تتحدث بنوع من الرضا على هذا نقطة ثانية واللي هي السؤال هذا سؤالي موت الأطفال القرار لإخذاه القضاء بعد إيقاف برنامجين تلفزيين الرقابة المسبقة بصرف النظر على الانتقادات الموجهة للقضاء حول الرقابة المسبقة واللي هو غمر غير مقبول وغير مطلوب إذا كان ثم برنامج ارتكب أخطاء يقع محاسبته لاحقاً إذا ما هو تجاوز القانون أو قام بإخلالات نعاقب عليه القانون ولكن مسبقاً هذه مرناش والمجتمع المدني ينادد بكم معناه باش نختزنوا كل تقريباً النشطاء المجتمع المدني بجمعياتهم غيرهم خرجوا بيانات في هذا المجال علاوة على نقاب الصحافية ولكن هل من المعقول وأن القضاء وهذا تقول فيه وزارة الصح تقول لك القضاء أصبح ما نعليننا الدول أي نقطة وأي حديث حول المعطيات بسن أنه الموضوع هو قيد التحقيق الآن وهي قضية راية عام هذه قضية راية عام وتحقيق ينجم يدوم حتى 6 سنين ينجم يدوم 10 سنين أنا اللي نعرف على الأقل بحكم معناها مهنتي كصحف أنه ممنوع تداول الوثائق متع التحقيق حيثيات التحقيق وقال الشهد كذا وقال متهم كذا وقال كذا هذا من حق القضاء أنه يمنع الحديث وتداول المعطيات الخاصة بالتحقيق ولكن أنه الصحافة تتقصى بنفسها وتتحدث في هذا الموضوع وتشير إلى هذا ليس من مشمع القضاء وبرنامج يمنع من ومذة سيد القاضي أنا أسمح لي أقول لك وأنه هذا استلاة من القضاء على موضوع أنت رايعام هذا هذا مركز لملف وكأن هناك إرادة وهذا ما نخشاه أنا ما نقول إرادة ولكن اللي نقول أنا ما نخشاه هو أن تكون وراءه إرادة لخنق هذا الملف ما تحكي وش فيه وين نتحمس طيب طيب القضاء سلطة نعم ولكن حتى الإعلام سلطة والمجتمع المدني له ورأي أيضا ومن حقه أن يناقش هذه قضية ترى عام ليس من حق القضاء اللي استأثاروا بها لوحده نعم سيئة نسف قضايا الرقابة المسبقة كثير من الكلام والانتقادات والبيانات حتى الهايكا الجهة التعديلية المعنية نقاب الصحفيين كثير من الإعلاميين الساء من بعض اعتبر عودة إلى الوراء قصة أنه من برومو أو ومضة ترويجية لبرنامج أمير بالمنع بشكل مسبق هو بطبيعة حالة الرضاء لا وجودة لحالة الرضاء كامل أنا دائما في حديثي أحاول أن أنس ولكن وقل النسب نقوله أحنا لأنه ندافع القضاء وقل ندافع القضاء نقول أنه هناك حالة من الرضاء لأن المسألة ليست بالسهولة اللي نجم يتوقعها البعض بالنسبة لهذا الملف وهو كذلك من الملفات الجديدة وأنا كنت تابعت كل البيانات اللي صدرت سواء على النقابة الوطنية للصحفيين أو على الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإلا كل ردود الفعل نتعى السادة الصحفيين عبر جميع وسائل ونحب نقول اللي هو دائما هذه أحنا سعى في جامعة قضاء تونس وانا كقاضي نقوله دائما القاضي حامل حقوق والحريات وفي مقدمة هذه الحريات حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الإعلام وحرية الصحافة نعم ونحن نتمسك ونفتخر بباب الحقوق والحريات ومن ضمن الفصول اللي جاءت بباب الحقوق والحريات الفصل 31 اللي ما يكرسش الحق فقط 31 من الدستور اللي ما يكرسش الحق فقط بل يفرض كذلك عدم إجراء الرقابة المصنصة ونحن كذلك ندافع على أن هذه اللي صار شنوه أنا نحب نقول اللي المسألة أنا بتبيت حال لست هنا لأبرر أنا بدي أحتاج إلى تفسيرات وانا كذلك اللي اتفاجأت منه أننا نعرف اللي بحكم العمل القضائي قد يضطر القاضي إلى اتخاذ بعض القرارات حماية للحقيقة اللي موجودة في ملفه وعدم التأثير فيه لأنه كما أحنا ندافع على حرية الإعلام وحرية الصحافة شاهدنا كذلك بعض الوسائل الإعلام التي توظف لنصب محاكمات والحديث في تفاصيل وتوجيه للرأي العام وحتى توجيه الرأي العام القضائي وفي اتجاه دون اتجاه لكن كشف الإعلام كشفات مهمة في تضارب المصالح صحيح أنا لا أبرر مطلقا معناها تكمين الأفواه وقد تعين القضاء كشفات الإعلام وخاصة خاصة اللي أنا مستغرب أنه تعرفوا أحنا تاويكا في مرحلة متع انتقال ديمقراطي وهناك مفاهيم جديد ومسألة النطق الرسمي والإعلام القضائي هذه من المسائل التي نحتاج فيها إلى دربة والمجلس الأعلى القضاء مؤخرا نظم بالتعاون مع الهيكا ندوى علمية حول القضاء والإعلام وأنا أدعو المؤسسات الساهرة على القضاء وفي أساسا مجلس الأعلى القضاء والهيكا إلى أنهم يعنيها يتم سياغة مدونة متع سلوك تحدد الظوابط لأنه نرجعه وهذا نقوله نرجعه لمجالة الإجراءات الجزائية لا نجد ما يسمح بهذا المنع وكذلك المرسوم ليس فيه مرسوم 115 ليس فيه يبرر هذا المنع أنا كان بيودي وهناك ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية كان بيودي أنه القضاء لا يكتفي بأنه يصدر هذا القرار كان بيودي أنه القضاء يطلع على البرنامج قبل إصدار القضاء بالضبط قبل إصدار القرار وكان بيودي أن يتم إطلاع الرأي العام كذلك على حيثيات هذا القرار أنا شخصيا ليس لدي حيثيات هذا القرار يقع تعليل ذلك يقع تعليل ذلك وحتى لا نبقى في هذه المسألة ولا أحد يجد معناها يمكنه أن يبرر معناها هذه الخطوة التي تحد من حرية الإعلام وحرية الرأي ونبي ودي وهذه دعوة أن نوجهها إلى المسؤولين على المحكمة الابتدائية والناتق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لأنه يخرج إلى الرأي العام لأنه في السكوت على تبرير مثل هذا القرار يفتح المجال إلى أن هذا القرار أولا يكون قرار خاطئ وكذلك يفتح المجال هو حاولنا الاتصال حاولنا الاتصال السوسيان السليتي ولم نقدر على أخذ المتعلق ذكرتنا بقضية الطفل منتصر في وقت بن علي اللي تم منع الصحافة من الحديثات شكل كامل لأنه في نهاية الأمر معناها تبينها وأن القضية وراها رجال أعمال ومعناها في علاقة بأسهار رئيس الجمهورية وقتها لكن الزمن غير الزمن وكذلك الآن أمور تغير ولا فائدة من هذا المنع السادة الإعلامية رأوا احنا محتاجين أنه نقرب إلى البعضنا أكثر لأنه ليس من مصلحة أحد أن يتمترس في زاوياتي ويدافع على القطاع الذي يمثل هناك كذلك انفلاتات وتجاوزات على مصر وثال سؤال يلح سيانس احنا لابد أن يتم مأسسة العلاقة بين القضاء والإعلام سيانس تم سؤال يلح وما كانش مبرمج فقط لأنه تطورات تفرض ذلك موضوع استعادة بالحسن ترابلسي كقاضي وددت أن أسألك تم اتفاقية بين فرانس وتونس بالتأكيد تم البعض في الغرب على القل يتحدث عن شروط المحاكمة العادلة قد لا تفي بها تونس لذلك موضوع استعادة من عدمه قد يأخذ كثير من الوقت كقاضي تونسي ماذا يمكن تقول بإجاز في هذا الباب قانوني ممكن القضاء التونسي يوفر كل متطلبات شروط المحاكمة العادلة لأننا القضاء قضاء مدني القضاء هناك تركيز وتنصيص واضح في الدستور على استقلالية السلطة القضائية القضاء والإشراف على مساراتهم المهنية ليس بيد السلطة التنفيذية وإنما بيد المجلس الأعلى للقضاء ونحن لسنا في معناها وضعية استثنائية القضاء المدني هو المتعاهد بهذا الملف الملف لن يحال إلى القضاء العسكري مثلا لابد أن نأكد أن هذه مجرد تعليلات القضاء التونسي في وضعه الحالي وحتى في وضعه معناها منذ سنوات معناها يؤمن يؤمن أنا أتحدث على الأقل على القضاء بعد الثورة قضاء بعد الثورة يؤمن كل واتفاقيات كفيلة واتفاقيات كفيلة باستخدام هذا الشخص ومحاكمته وضمان كل متطلبات المحاكمة العادلة من تعبير على رأيه من إنابة محامي يدافع عليه من الاطلاع على مؤيدات من استعمال كل الوسائل وكل المؤيدات التي تمكنوا من الدفاع ومواجهة التهم المنسوبة إليه ولكن بطبيعة الحال يبقى في الأخير في الأخير القول الفصل للقضاء بناء على ما يتوفر من مؤيدات بالميلة لازمنا حلقة أخرى سيانس برشة أسئلة مسئلنا هاش مواضيع القضاء وهواجس القضاءات كثيرة في الحقيقة والتقييم المجلس الأعلى القضاء مجلس القضاء العدلي كثير من المواضيع عذرا لم نأتي على كل النقاط المبرمجة نستدعيوك أو نأخذ منك تعهد في حلقة قادمة إن شاء الله أنا كل ما دعوت دعوتني التالز الوطني إلا ولبي النداء القاضي الفاضل سيانس حمادي شكرا لك رئيس جمعية القضاءات التنسيين شكرا لك شكرا لك شكرا لك نمضي لموضوعنا الثاني في صميم السياسة وما تشهده الأحزاب هذه الأيام من تجاذبات ربما ومن حديث عن مؤتمرات قد تتأكد وقد تؤجل حزب حركة نداء تونس مثلا يستعد لتنظيم مؤتمره الثاني في البعض يره الأول في السادس من أفريل القادم وسط أزمة ميش جديدة في الحقيقة هي أزمة متواصلة كل مرة تأخذ شكلا ولولا في ظل دعوات للرئيس المؤسس رئيس الجمهورية سيد الباجي قيد السبسي بالتدخل العاجل والفوري لحل أزمة الحزب تفاصيل أوفا في تقرير الغفران العكرمي ونعود مع وجهين سياسيين معنيين بموضوع النداء بعد هذا التقرير خلال الأسبوع المنقضي أعلنت اللجنة الوطنية لأعداد مؤتمر نداء تونس إنهاء مهامها وكانت هذه اللجنة قد أعلنت في الخامس والعشرين من فيفري الماضي تمسكها بمهمتها لأعداد هذا المؤتمر ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في السادس من أفريل المقبل وتبعاً لانتهاء مهام لجنة أعداد المؤتمر قدم رئيسها والنائب عن نداء تونس رضا شرف الدين استقالته من الحزب والبرلمان لتخلفه ساميرا بالقاضي في رئاسة لجنة الأعداد للمؤتمر قيادات من النداء تدعو رئيس الجمهورية البجي قيد السبس إلى التدخل العاجل والفوري لحل أزمة نداء تونس بصفته الرئيس المؤسسة للحزب إذ اعتبر القيدي بالحزب منذر بالحاجة عني أن تدخل قيد السبس يعد بمثابة الأمل الأخير لإنقاذ النداء مؤكداً ضرورة مغادرة رئيس الهيئة السياسية حفظ قيد السبس للحزب نداء تونس الحزب الأكثر انشقاقاً على الساحة السياسية حزب يستعد لتنظيم مؤتمره الثاني وسط أزمة متواصلة لا تختلف كثيراً عن أزمة الحزب في مؤتمره الأول في جنفيا 2016 والتي أفضت إلى عدة انشقاقات كانت نواتاً لتأسيس أحزاب أخرى مثل مشروع تونس وتحية تونس وبني وطني فهل سيكون المؤتمر القادم بداية لانفراج أزمة النداء أم باب لمغادرة البعض بحثاً عن بديل حزبي آخر يحضر معنا لمناقشة موضوع حزب حركة نداء تونس نقص متشوي شوية يا سيد يحضر معنا يجب أن نرحبه بالضيوف أولاً ساعة السيد ناجي جلول عضو الهيئة السياسية بدأت المباراة قبل الأوان سيد ناجي جلول عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس أهلاً سهلا بك أهلاً سهلاً الرحبو زادة بسي المنذر بالحاجة عليه النائب المستقل نقدمك بمجلس نواب ولا راجع كيف تحبه من الهيئة السياسية التي تحكي عليها بتاعتني ناجي منتهيد السلاحية وفاقية الشرعية وتوجيه خلينا في التقديم النائب المستقل اللي نقول عن أو سي منذر بالحاجة عليه بش نبدأ معك سي منذر كنت موسينا احنا رأوسي مكي موسينا للحزب موسينا يا متوى صيفتك الحالية نائب مستقل ورئيس هيئة لم الشمل به ورئيس هيئة لم الشمل الشمل الشبل الشمل به في دعوتك مؤخراً لرئيس الجمهورية كنت دعوت رئيس الجمهورية أن يتدخل لإنقاذ الحزب وحل هذه الأزمة المتواصلة هل وجدت ذاناً صاغية وأين أو إلى أين وصلت هذه الدعوة واحد قيل سعر خلنا عن التوضيح بربي صغير وبرك الله فيك في السؤال هذا أنه قيل أني أنا نشدت رئيس الجمهورية أنا ثقافة المناش داختتني أنا عودت اللي قالوا رئيس الجمهورية وقلي كون لجنة 13 قلنا وجه الدعوة لا نحن ندخل كرئيس الجمهورية ولكن حتى كرئيس الجمهورية أو لأننا رئيس مؤسس في الحزب ذاية ولكن وضع الحزب هذا أضرب البلاد وعليه أصبح عن مشمولات الأمن القومي إذا قالوا بيجي قايت سبسي وقلي بيشعين نسف شهد دريس لجنة 13 قلت في نفس الكلي علش لي سبب بسيط جدا الحاله زاد سوءا على ما كان عليه يسوء الحاله أكثر فأكثر ووضع البلاد التوازي تسوء أكثر فأكثر هن كان متواسب صراحة وبصدق نعم هذا ما نريد وعليه هذا موضوع مواضح توا شنو الإشكال اللي ساير في ليدة تونس وشنو وتراكمت المشاكل شنو يا أخي مليون وسبعمائة ألف اللي صوتوا مرشحون لدى تونس ومرشحهم الانتخابات الرئاسية أنه وقفوهم مليون وسبعمائة وقلهم تستناوى خاتر أربع من الناس موش معقولة ذي 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 مثل ما تماش شوية من الحكمة قليل من الحكمة وقليل من وضوح في الرؤية سي يوسف ما عاد عندها البيت في نماشية وهو جربنا نحنا تسوء الصفاء على كل حال أو خلناهم منذ أولئك أسنين يعملوا ما يحبه منجموا كان يحطوا ديهم حركة النهفة منجموا كان يقضوا حكومات عرجاب خبار 45 يا خشبية سنة شعبية دور 22 وزير سنة كما تعرفش كثير حكومة صدت سمحنا ما هو الموضوع هذا؟ وسائل توضاع البلاد وردع يموتوا بالعشرات تولينا ما نعرفوا وينش الحال هذي احنا في تونس منذ الاستخلال احنا ككأساسنا لدي تونس احنا والسلباجي كنا راوبش نمنعوا البلاد مجمعها هذوما ومن الانهيارة متاع الدولة فهذا من المنعناهم نساعدوا تغرغلوا هما في السوصف في الدولة في مفاصل الدولة وتداعر اكثر اوضاع البلاد وعلينا الاقرار بهذا لكن الرئيس لم يتدخل لكن اليوم لكن الرئيس لم يستجب لدعوتك ولا لدعوات اخرين ولم يتدخل اليوم قلتوا انا هذك لا اليوم حتى في السابق هناك دعوات اخرى اليوم قلتوا بالوضوح هذا انه موضوع عامل قومي قلتوا اليوم البارح في سوسا في اجتمع سوسا واليوم قلتوا في موضوع الامن القومي قلت رأوا الموضوع في تقديري اصبح يتعلق بالامن القومي لانه اصبح مضر بالبلاد بشكل غريب بشكل يجب الان واضح حد للموضوع هذا خلي نقول برشة لطف من حيبش نقول كفاء عبثا كفاء تسايبا واضح سيناجي نفس الازمة تمس بالامن القومي تم هيئة سياسية اصبح شيء تقريبا بش بدا واضحين موضر حاج علي من رموز حركة الداةولز مناش بش نرميله الورود وجاني الداةولز قبل ارام معناها بشكل واضح وموضر حاج علي من الناس اللي ساهمت بصفة فعالية في انتصار ندا تونس لكنها وجدها نفسها خارج الحزب مش هو برك مش هو برك ندا تونس معناها كانت صفحة جميلة في تاريخ تونس انا ومنظر منظر قدث من الشهور مباتش في دار وراه رابطات حمام الثورة والتهديد والسحل ولا غير ذلك وساعات مشين انا ومنظر مع بعض ذكريات جميلة مشين البلايس قولوا علينا مهبلة تهمت البلايس بدخلوا ليش مشين انا ومنظر مشين تتفكر معناها هذا قبل انتخابات السلطة يحرق قبسي لان منظر رفيق الضرب بعيد عن اخوانيات ورفاقية لا 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 السلطة قسمتكم والمناصر والنجاح قسمتكم شوف الالصار انا نحب نكون ايجابي اولا رغم الله ربما ندا تونس في الناس عندهم تجربة سيسي طويلة كما انا ومنظر ومحص مرزوخ تجربة الحزبية لنيدا تونس كانت صغيرة ونيدا تونس ما كانش حزبة هيكل ملول وتنظم كان تهبأ الناس خافت على البلاد خافت على واحد الناس شافت معناها دواعج شافت هذا وكان تهبأ وتلمنا بكلنا وربما ما نعرفوش حتى روحنا مشينا اللي كانت فان تهبأ كان ثم اليوم شعار رفعناه رجعونا بلادنا الخوف على البلاد ثم ندا تونس اولا انا اقول ارتكب على الخطأ الاول اللي ارتكبناه ندا تونس وهو بعد انتصارنا ممشيناش نبنيه مؤسسات وحزب وفقدان المؤسسات اضرب الحزب ثانيا ربما التوافق حتمتوا بعض الظروف لكن ما كانش توافق على قاعدة صحيحة ده قتل قريلا مش عارفين وين ماشيين سي ناجي كنتوا ماشيين لخلق توازن مع النهضة خلق مش خلق نتوازن شو ندا تونس حقق اول مرة في التاريخ العالم الاسلامي الاسلامين هزبوا بصندوق ليه اول مرة بل كان عند الخبراء وكل في غربة رأوا الاسلامين تمزوا بصندوق والاسلامين خرجوا بصفة سلمية ليه اول مرة زادا وتحالفتم لا لا وخنتم ناخي بكم وأصوات ناخي بكم خلنا كلمة صعبة انا اقول انها مالجري توافق والتوافق كان على حساب ندا تونس ودائما انك الخوف على البلاد والخوف على استقرار البلاد وخوف على السلم الاجتماعية الهاجس الوطني هزنا الى تحالف ربما غير طبيعي غير طبيعي واليوم احدى اسباب اعتذروا يا اخي انا قلت غلطنا واختأنا وقلت نعتذروا للشعب التونس وقلت هذه وانا عودها وانا مالجري ثانيا الازمات ثلاثة ثانيا ازمة الحاكمة في ندا تونس ازمة الحاكمة في ندا تونس وازمة القيادة في ندا تونس ازمة الابن ازمة لا اعرف ومعايا رفيق الدرب ازمة قيادة ماذا جاءت ازمة القيادة في ندا تونس جاءت ازمة قيادة في ندا تونس لان ندا تونس كل حزاب التونسية يعرف ازمة معرفة ثقافة سياسية رؤية سياسية ومتا تجربة سياسية لان فمناس جاءت معرفة سياسية تعمل في السياسة لا عندها ثقافة سياسية ولا عندها رؤية سياسية ولا عاش في البطحة الحركة الطلابية ولا كتبت مقال في جريدة اليوم عندك سياسيين نعرفوش كونه ولا كتبت مقال في جريدة كما المدير التنفيذي للحزب تقصد هذا ما نسميش ما نسميش ماكي خليني كم نحكي حتى على رئيس الحكومة نحكي حتى على الوزراء الموزنين ناكي رات ناكي رات ناس منعرفوش كونه بدون هوية سياسية هذي اش تعطي تعطي الانتهازية راه غياب الأرضية الفكرية والمعرفية والثقافية ولا مقراش ممتسكوية ومقراش المنفلوتي ومقراش بودلير ومعرفش اللي يسميه معناها المخيال السياسي ثم انتهازية المثقفية لا 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 تعدوا سلام انتهازية المثقفية ممتسكوية 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 ومن أبناء الحركة الطلابية ممتسكوية الحمد لله تعطي تضخم الانا والشخصنا والحوالة ندا تونس تبنى بطريقة اليوم يزمي عاود ورجعوا التوازن يزمي تبنى على مشروع سياسي لا تبنى على الأشخاص لا تبنى على منظر العناجي لا على ضدية مع حزب آخر ما معناها ضدية؟ لا تبنى على ضدية معناها وخلق الحزبوات ايه اما ما يداولي اما ما يداولي وبنزل في البلاد لا لا سمعت في البلاد فمزوز مشاريع سياسية ثم المشروع الوطني تالدولة الاجتماعية الرعية وفم المشروع تالإسلام السياسي ما ثماش حاجة أخرى إما هنا ولا هنا ما ثماش خلول أخرى واسمع الجماعة طلعوا شوية بتجربة سياسية صغيرة تحلوا أربع كلمات الوساطية هذا الوساطية أنا هو مفهوم عاش فيه ربما بالجوش والدروات والوساطية شمالها الوساطية اخوة الله نعرف الوساطية شكول عدم الوساطية في التشخيص هذا مشكل القيادة عندك ملاحظات مشكل القيادة ساعة أولا أن التوافق كان على حساب نيدا تونس أنا للتاريخ وشهادتي للتاريخ لأنا أترف المساعد هذه التوافق كان على حساب تونس أكثر من اللي كان على حساب نيدا تونس كيف؟ كلمة حق أحنا في انتخابات 2014 يوسف ميتين وسبعتاش النيب النهذا عنده 69 سؤالي أنا أنا ذاك اللي أتي ناحي 69 من ميتين وسبعتاش ناجدت عن الحكومة يفضل 148 نيب سمحني أنا نعرف مشارك صديقي ومن أهم السياسيين في فرنسا نعم أحكم عامين وستة شهر وكان أكبر وزير أول ناجح بصوت واحد زايد بقعد واحد زايد في البرلمان خلق الأغلبية إذا كان بصير الأغلبية إذا كان أنت 148 نيب ما تنجمش تخرج منهم أغلبية سمحني ما تنجمش تكون رئيس حكومة تونس وما درك أدى هذا إلى الانهيار الاقتصادي ما شاء الله تتونت حتى تفاك أدى هذا أيضا إلى تغلغ النهضة فيما فاصل الدول أدى هذا إلى تضخم الوظيفة العمومية والقطاع العام ولا تعاظم كتلة الأجور ولا لعنى مشكلة استناعي مع من جهة صندوق النقل الدولي ومن جهة الاتحاد العام التونسي لشغل والاتحاد العام التونسي لشغل سمحني وقت نبدأ في 7% و8% نسمي تضخم نسمي تضخم ترجم الناس ما تتكلمش وما تطلبش وما كده مشروع وإذن دخلنا في باب يعني ما نحبش نقول المستحيلات نقول المستعصيات نعم التجربة هذه هاي فين هزتنا وهزتنا زادة إن شاء الله القمة العربية من يشل الضرر بيزور تونس إن شاء الله القمة العربية تكون ناشحة نراو أستني في كل الحالة مهما كانت الاعتبارات إن شاء الله تونس ننجح في القمة إن شاء الله رئيس ننجح فيه مع عندي حتى إشكال بالعكس أحلم بأن تونس تستعير دورها العربي والإقليمي خلينا معني ذات لكن خلينا معني ذات وانت قلت حانو تفلين وحانو تفلين ناجي انت صديقي ورافق درب لكن انت قلت الحسب هذا باتين دا عند الباش ياسي ناجي راهوا احنا بالتسعينات كانت عنا خلاف مع ابن علي يصف من الناس اللي عارفوه وانت كيف كيف من الناس اللي عاشوه قبل البي دي بي قلنا نقولوا راهوا بنا علي دولة تعطي تأشيرة لأمين عام ولا الرئيس حزب ويبقى هذا كمدى الحياة مدى الحياة قلنا راهوا الحزب هذي حاشتين قلنا رفضينها سي مكة للتاريخ وفيه كتابات ومفق هذية مجديد مواقف وتكلفتين غالية وكتابات ومنشورة وكتابات في جرائد ممنوعة تمانعة الراي وتمنعة الديمقراطية وتمنعة الرياليتي جرائد التونسية وكان اللي يتكلم فينا في الصحف الأسلامية يصير فيه ما يصير قلنا راهوا حاشتين أحزاب البتين دا راي ما تأسرش دولة حديثة شخص نعم أحزاب البتين دا أنا جوسفيت ريبريسي أنا رجل دقيق وثانيا أحزاب الصندوق الأسود ما تأسرش الحضارة شني أحزاب الصندوق الأسود شني وكتبته فيه نص معروف شهير لأنه بمغرب أم زمان شني أحزاب الصندوق الأسود صندوق الأسود يوسفو شنو كثير ضيارة تعمل حادث لقدر الله ويموت الناس وكذا يبحثوا على الصندوق الأسود فيها باش يعرفوا الحقيقة عنا ميتين وسبعتاش الحزب نعم وعنا كانوا سبعتاش الحزب وقت نظام السابق كما يقولوا الجمعة هاي من سبعة وثمانين ومتيرو دلتالي بالمعترف به بغير المعترف به باللي شتر شتر وكتوليري طفين عليه الذوب ومسمحين له بشنشط شوية وكذا إلى غير ذلك هالحزاب هذية لكل هاي ليوم الناسي هذا لم يوجد حزب عمل مؤتمر ديمقراث قال هاني كيفاش انتخبت النواب للمؤتمر وهو النصوص اللويح وهو اللويح المضادة اللي تقدمت وهو التلقيحات وهو كيفاش بدلنا نظام داخلي وبشفافية كاملة وهو كيفاش انتخبنا قيادة هاو أنا طحية تونس بشي عملو استنساك لتجاربت مشروع تونس ومنحبش نكون لهم سيجال مع ناسك أم مش قلك حاجة أحزاب البتين ده وأحزاب الصندوق الأسود انتهت في تونس شنو عنا في لداء بتو رجوع اللي لداء تاو كما قال حاجة صحيحة برش من مشارق الأربية إلى مغاربها عربيا الأزموية أين ترشح الإسلاميون انتصروا في الصندوق إلا في البلاد هذي وبنيدة تونس وجربنا تاو أربع سنين مثلا حتى حزبنا جميق في قدام النهضة علينا استعادة بناني ده إيه أما مغانم الفوز فرقت وكسرت الحزب لا شوف لا 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 أنا ما كانش عندي حتى مغانم وكان جات عندي مغنم راندخلت الحكومة سيئين لا 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 وكان الموقف أو عنيش كان الموقف مبدأي ثم حاجة فكرة مهمة ياسم عليش كنت كان عندي الموقف هذا أنا متوفق من هارلول لأني أنا الغالب قلت وانا صغير مشيت لفرنسة ما عنديش عشان يسنى أخلطتها وقولها لتوانسة بكل بساطة حليت التلفزة مزلت كي خلطت البريس معلنا يوسف والله من صغير من مش حاجم في لحتي أصلا لأقرب المرانية حكي الفرنسة كما هي نلقى فرنسوى متيران وجيسكار دستان في التلفزة الزوز يحبوا وليو وراثة ومواجهة حيب نقضان يكتشف النارد فل صغير ما عنديوش عشان يسنى كيفيانا قعد نحلم بهذاك عمر كامل اليوم النهارة اللي كملت الانتخابات الرئاسية وطلع البيجي قاد سمسي قلت للملات سمحوني أنا بش نعتزل العمال السياسي حتى مقضي في المجلس بشخلاه قلوا عليش قلت لهم أنا رجل أنجلت الحلم اللي عشت به ثلاثين سنى أنه نحرم النهارات في تونس نعمل انتخابات الرئاسية في دورة ثانية مرشحي أنا للدورة الثانية ينتصر بمعنى ما كانش عندي جيل نحن جيلنا دمري مش أنا برك جيلنا كان يحلم بأنه يكون ديمقراطية جيلنا هذه حقيقة أنا مقابلني وسيد هذا شعر بيارف الحكاية هذه ولكن ولكن اللي صار في نيداء تونس في الأثناء على المزارات وعالمناس ما يشرف حتى حدا نقول لكم ولكن علينا علينا الآن يعادة لم شمل الندائيات والندائيين لأنهم هم القوة الوحيدة اللي قادرة ما حدثنيش عن أزمة القيادة ها بشنا هذا كان أزمة القيادة خلي يوسف ليه لا يغزل يقولوا بالفرنسيس ما جنون فيه على أزمة القيادة أنا قاعدين معك بشناكوا على أزمة القيادة يوسف أنا ما دخلش لأنا نحب نفتحيكم المجال بشنا تحدثوا لأنه بالتأكيد أنه اليوم الوضع بتعني ديتون الصعب وصعب جدا وبالتأكيد سمى حاجة إلى بناء حزب اللي أنجز ما أنجزه في 2014 أنتم ما تحدثوا في هذا بقى أنا عندي زوز وتقريباً ثلاثة ملاحظات هل أنه اليوم الاشكالية هي في حافظ قيد السبسي أنا اعتقادي لا معناها رغم أنه يمثل إشكالية وجوده في هذا الحزب وعلى رأس هذا الحزب فيه إشكالية خصوصاً أنه رئيس الجمهورية يبدو أنه اختار الجنب العائلي أولوغارشيا إلى خيره وحط ابنه في مكان اللي في الحقيقة أغلب التوانسة والمعنيين الندائيين غير راضين بهذا ولكن يبقى رغم ذلك ما هوش الحفظ قيد السبسي هو الإشكالية الوحيدة لأنه بدليل أن الناس اللي خرجت بسبب حفظ قيد السبسي هي الآن مشتتاء ما جمعوش رواحة ونرى اليوم نداء تونس واليخرجوا من نداء تونس بكل شقوقه وتفريعاته كل واحد خذاء مشروع سياسي وكما قال ناجي عمل الحنوت ولا يعمل أسباب اللي يصلوا من نداء تونس ثانية ثانية كنت عدت ثلاثة ملاحظات نسنى في كلولانية إشكالية الوحيدة ليس قد حفظ قيد السبسي ملاحظة ثانية هي أنه المسؤولية الأساسية هي مسؤولية السيد الباجي قيد السبسي جبدنا قلنا مسؤولية ابنه اثنين التحالف مع حركة النهضة لأن ناجي قال هي هبة ولكن الأمر يتعلق بحزب سياسي حزب سياسي لا فيه لا وحدة فكرية وسياسية ولا وحدة تنظيمية قال معناها لخييني يقول لك بالتأكيد الجانب الفكري والسياسي ثم نوع من التقارب فما ما فماش إشكاليات كبيرة ولكن في الجانب التنظيم هناك إشكالية كبرى تعرف ما معناها دور الهيئة التاسيسية ولا المكتب السياسي ولا هيئة كذا وكل مرة نسمع بتنظيم المؤسسات المؤسسات هي غير موجودة هذا النقاش هذا النقاش هذا غير موجود نعم والكل يطعن في شرعية الكل هذا اللي ساير في نداء تونس الآن احنا نقوله هو التالي على الاقل الفترة القادمة تقتضي وانه ونداء تونس جزء ربما من من وبرشا نسمع تقالك جزء من الامن القومي للبلاد وهذا تقال نعم وتداول مش فقط انت قلتها لكن حتى بعض الاتراف السياسية حتى من خارج النداء قالت هذا الامر ولكن هذا وقع الحال هل هناك عناصر جديدة لامكانية نجاح نداء تونس هل هناك امكانية فعلا لانه هذا الحزب يعود من بعيد لا انا لا ارى بوضوح لا ارى حتى مؤشر انه امكانية عودة هذا الحزب مجددا الى الساحة السياسية سيناج اشوف اولا اشوف اولا احكيت البتين ده ستين متفار معنا مايش بنوع الملكية لا 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 يا ودي عاديك حق يا ودي عاديك حق انا قلتها في درة قال الناس قال الناس و طلعت من نيدة تونس وطلعت بس من نيدة تونس وكانوا نكيرات ما عند بعد شي ربما و بعد ولا نيدة تونس بوالي والي والي واني اذاك قلت في الوضع هذا فضل الناس على نيدة تونس فضلوا عليه وفضلوا على منظر وفضلوا عليه لكل واختش بديت نيدة تونس قلت لك كانت بنية ربما يزا متقرر في العلم السياسي كيش تبناء تبناء في عام نيدة تونس تبناء في عام كان المنطق يقول بعد انتخابات يعمل مؤتمر انتخابي ويبني مؤسسات نيدة تونس تبناء في عام تعمل الحزب وفي عام ربع الحزب مطاح في قل من عام مستمر مر مستمر مر سمى حزاب عمر 40 عام وزاد عام النفس الرئيس فهم حزاب عمر 40 عام وزاد مددتش بمؤسسات شكل أمزل معناها معناها سوى الرئيس في عوض مش مشيون ابني مؤسسات والكل مشينا إلى سراعات بما فيها سراعات حول السلطة موجودة الحكاية ثانيا ازمة نيدة تونس وتتفكر منظر أنا وياك كنا غاضبين عام تعمل مرسوسة كان محطة في الأزم لا لا في مسار الأزم باي بايش وأنا كتبت مقال جوز قلت ولدي دا ميت هذا المؤتمر وشكون كان رئيس لجنة 13 ترجع لسيوسف الشهد بيسير بيسير والناس وشوفوا المنطقة السياسية والأخلاق السياسية تقول أنا أخطعت لا ثم سبب لا لا لأن أنا ومنظر نددنا مؤتمر سوسة وقلنا لا وقلنا رأوا كيرثة بو ربما ما سار اختاروا منظر موش اخترتوا هنا أما أما بقينا في نفس الكريتيك لأني كريتيك اليوم في موزز حلول أنا أعتبر أنني دا تونس ما زالي نجبي بن الحلم التونسي بالقيادة الحالية ماشي وشكون خالك بالقيادة الحالية مالعلش موعمو تمر بشكل مالعلش موعمو تمر موش بالقيادة الحالية المشارب حتى غبت جاه تقول تلك لماذا دين عجليت بقينا عنا مؤتمر جاي مؤتمر وقعدين وتحية رضا شرف الدين تحية تحية رضا شرف الدين عشيرنا وصديقنا ومناظر وان شاء الله يرجع استقالته ما تمسش بهذا المؤتمر بيصور خلقتنا ما تمسش ما خلقتنا قلقتنا استقال رضا شرف الدين ثم ما ما سار عطلته قام نشوف ما عنيش حل ندا تونس ليس نحل إلا إنجاز مؤتمر انتخابي ديمقراطي يلمل عباد يبني مؤسسات يبني خط سياسي جديد يبني يبني خط سياسي تبني خط سياسي ونحل على الأشخاص ونحل على المشاريع السياسي هذا هو أمني سؤال يبني خطيه ترجمة نانسي قنقر 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 مؤتمر ديمقراطي علينا بداية تأسيس بالديمقراطية. لماذا كنت أقول فكرة ماذا؟ وكتبته في نص شهير معروف. كنت عنيش. كنت عنيش. كتبت نص معروف عنوانه ودلالته في عنوانه نيدي تونس تكذب روافت تكذب برشة تنوع في الياساريين وفي الدستوريين وفي النقابين وفي المستقلين وفي الناس متاع البيئة وفي الليبيراليين هذا الكل كان نيدا تونس. وعليه. التنوع السيمة الأساسية متاع نيدا تونس كانت التنوع. والسيمة الأساسية للمجتمع التونسي هي التنوع. هذيك عليش احنا وقت اللي قلت في الوقت من الوقات قلت احنا حزب نشبه للتوينسا ما نتومه لتشبه الناشر على حركة نيدا تونس. لا. تأسيس عليه. كتبتك النص المعروف شهير. رعاية التنوع بترسيخ الديمقراطية. من نجموش نحافظوا على التنوع كنت نكتب فيه في 2013 يوسف يعرف. وانتي كيف كيف تعرف. ما هوش ممكن رعاية التنوع بدون ترسيخ الديمقراطية. لا تسمش مؤسسات ترى هذا التنوع. بعد صار تقييم القيادات بالقرب أو البعد من قيادة معينة. قلنا نحكي نتبان سحكاية. لا تقلق علي سعر. دعنا نتكلم قليلا يا منظر. ما يقول لي منظر. قالوا زربة الانتخابات. خلطت الانتخابات. ما نعملوه سموتمر. قلت أنا لا سبيل إليه. وعديد الأخوة منهم السيد هذا. في كذا في كذا. القاسي اللي بيجي. قطوة في الوسط. قال يا سيدي يرضيكش. هاو نتعهد وتوى ونقروا. المكتب السياسي ونعديوه المكتب التنفيذي. نعملو مؤتمر ديمقراطي في مئة يوم بعد الانتخابات. قبلت. على مضض. ولكن ولكن. في السياسة زاد أحيانا عندما تنجز أشياء. أهم لك. كما يقولون بالفرنسوية. يوسف. وفكينا مؤتمر. وفكينا. غادات الانتخابات تلاشى على هذا الموضوع. بعد بدلت المعطيات. وتغيرت المعطيات. ودخلوا جماعة. ودخلوا جماعة. في موضوع متع التوافق. وحتى وديهم حركة النهضة. ما عشان مين حد شي. جاي وقالوا متمرسوسة. جاي وقالوا متمرسوسة. لا انت مغرشي قبل بوتى مرسوسة. خلش قبل موتى مرسوسة. عموس. ملور. فيفري. قلت لها يا ناس هلأي هذه الثنية غالطة. اما هو احتراما. للناس اللي صوتت لنا. هاني قلت شاهدتي الآن. وبوش نسكت. وبوش نواصل العمل متاعي كنايب. ووصلت دفاع البلاد هذه كنايب. وسكتت. وقلت اخوية تعرفشي كيفاش. يشبه لازم نكون انا في المسؤولية سيمكي. مش بالضرورة. مش بالضرورة. كما في الاتحاد. معقول ولا لا. سنيني عادة. كل قيادة كان يشوف نفسه هو القائد الذي يجب أن يبضل. لا ولا لا. موجود هذا. هذا موجود. الخلاف الأساسي. الخلاف الأساسي أن مؤتمر ديمقراطي. تحتكم الناس فيه للصندوق. الندائيين والندائيات. ويطلق قيادة المؤتمر. اللي يقول فيه ناجي اليوم وهالمؤتمر متاع ستة فريد. خليني يقول لأتوان سليل كلمة. هذو مزويز المنظر يقدمه. وانتي متابعة دقيقة. المؤتمرات. المؤتمرات في تونس نحكي على شعب تونس. والمخابة التونسية لا يوجد دخل في الدول الأخرى. كل البلاد ارتالها. أما في تونس خمسة بقائح تتعلم فيهم المؤتمرات. هما. الانتحاد العام تنسي مشغل. الانتحاد العام تطلب تونس. الانتحاد العام تصناع وتجارة. عنده مؤتمرات وسادة ونعرف عندي تجربة. المحامين. هذه الوطنية المحامين. الرابط التونسي للدفاع على حق الإنسان. والانتحاد العام تطلب التونس. اللي خرج على الخمسة هذي. خمسة هذو. ما ينجميش يعرف المؤتمر إذا كم تعلمش غادي. فيجيوا فيجيوا يعطيوا. تواريخ حكاكة. يحكيوا فيش تعطي تاريخ متعة تسعة فريل. تنتي موزعبش اللي خيراتات أصلا. وعندك رئيس لجنة مستقل سيموندر. سنين يجي. قالوا عيننا قامت ديوان السياسي لحركة نيداتونس. ليس لها السياسية هذي. ليس لها السياسية. ديوان السياسي. عين لجنة لعداد المؤتمر في 14 نوفمبر. رئيسها لجنة شارف الدين. وفي 2012 هذو. وعطاها مهمها فوضلها اعداد المؤتمر. ما خل ويش تخدم نهار. سياسية. اللي هي غير ذي سيفة. ليس حتى سيفة باستدفع. هي قريبة من سيحافظ. ليس سيحافظ رئيسها. ليس قريبة منها عليها. ليس كيف كان. دعني تتكلم شوية معاك. منعوها من العمل. بعث الرسالة له. كل لطف. في الأخير عبط الباية. وقال حمل مسؤولية الهيئة. السياسية هذية. النواقص. اللي تسير في المؤتمر. هذا بيان عاما عمومي للناس. في الأخير. في الأخير. سوحبت منه. كل السلاحيات ستوا من غير ذي سفة. ما ذاك عليه استقال؟ ما ذاك عليه استقال. واضحا. جاءوا وقالوا. هاو حطينا رئيسها في عوض. حد أخر في عوض. بسيدي أخوي. انتي سميته بش تعايد في عوض. انتي لا سميته لحد شيء. ماكش انتي تسميه. ديوان سياسي تسميه. وديوان سياسي مزل مشتماعش. حتى اللي جمعوا يقبل قيس تقالت شرفة دي. ويعين هو حد أخر في عوض شرفة دي. ردت الفعل متاع ذا اللجنة. نعم. انتي عندهم ثلاثة مناسي بتاعيها. ماذا بحقوقنا. دعوا. عينوا هذه. يا ديوانجي كيفاش ؟ هذي ماش مختصة. توجيش منه لجنة نظامت انت خبه منعه في الاتحاد. نعملو خياس خليفهم التوانسة. قياس ما عاوزودي ولو عاوزودي الفيرق لك خلنا استفهم يعني تلجم انت يدخون خلية متاع كذلك يودي ماك شي انت يصحب الاختصاص تصحب الاختصاص الديوان سياسي هو اللي عيني التركيب اللجن هذه التركيبات مش الهيئة السياسي والديوان السياسي على فكرة في عذو صديقي ناجي جلو ويتفكر اشتيماء 14 نوفمبر كيف استسمح الهيئة السياسية بشل تعينا خلي الجاوب خلي الجاوب شوف أولا أولا شوف نقاط مهمة انت رجل قانون لا لا مش رجل قانون بقى وبالملفات دي جوريس لا لا المكتب السياسي خلنقل الحاجة نعرف نعرف واحد سيئة موجود فستو عربة خمسة ستة سبعة أمين وطني مكلف بالعلاقة مع الحزاب والمنظمات السيد ناجي جلو نعرف نعرف كيفش ويودي نعرف ويودي نعرف ويودي نعرف ويودي نعرف ويودي نعرف كيفش تقبل انت هيا سياسية كيفش تقبل وتحيي في رضا شرف الدين ما وقل له لالقرار هذا غير قانوني ومفضلك حتى نجتمعوا في ديوان سياسي وتفضل أرجع مرسل جاوبنا على هذي سيناجي خليمشوا المشفى السياسي نوصد دائرة هذا أنا فضل لا تريفور في التكنيك لا 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 خليك كلم مع المنظر زباعة خليك كلم معه تعريكا نوائك تفضل دي الواحد ما تعريكش معه ما تعريك معك يا مون أحترم العشرة عشرة كديمة آخر من سنوات ثمانين عشرة علاش نجمع عربية علاش الهيئة السياسية تنس 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 نجمع عشري فقد سوا عشرة في خدمة تونس عشرة في خدمة تونس ماذا يكتقدك ب شوف أولا الهيئة السياسية معناها الأعضاء دوان السياسي هم بصيفة أوتوماتيكية وعضاء هذه السياسية بصيفة أوتوماتيكية وزي صارت مشق وهو استقالة الأمين العام لديوانة السياسي قينا روحنا في أزمة معناها إن تسوكسسون تأزمات إن تسوكسسون تأزمات نتيجة تنضع في الحوك كما أنا قلت له إيام بكوبليم هذا حزب أنا لوبة إن أكزيان إستوريك وقتاً لأنو منذر 2013 طلبنا بمانتمر ما مناوش سما سطو على السراعيات مشكلة ما هي سياسية مالك أنا في أرسل لبين أنا في أرسل لبين أنا قتل أبو ما أنشت رسل لبين ماذا تسمي ناجي جلول خلي كم العاد ماذا تسمي خلي تكن ما تقوم به الهيئة السياسية مع الديوان سياسي يا منذر أنا ومع لشتشرف الدين شوف لشتعداد المؤتمر الديموقراط ماذا تسمي كمسراته أعضاء أعضاء ديوان سياسي ومسفة أوتوماتية أعضاء الهيئة السياسية فهمت وما ثماش قانون داخلي يقول تسمي ديوان سياسي ولا تسمي هيا سياسي أني ريا في الخانون الداخلي فعلا نحن، ما عليك خانون داخلي أوتومات Ramadi فهمت لا أنا قانون أنا محترمي لا يقولون أنك يصبح عنهم فهذه الخطر؟ فهذه الخطر؟ فهذه السابق؟ فهذه السابق؟ فهذه السابق؟ فحسنت بالأسفل وكم معتدى عليك سيريدا شرف الدين تعينت اللجنة من الأول كان ثم إشكال ما هي صلوحات اللجنة وما هي صلوحات قيادة الحزب ثم ناس في اللجنة حب تولي اللجنة هي نفسها تفتك صلاحات الحزب وفمشكون طالب بها تسئيرية فيها اللجنة من الأول الاتفاق مع سيريدا شرف الدين هي لزنة تقنية تشرف على تنظيم المؤتمر وشفافية المؤتمر وشفافية الخيراتات سيريدا شرف الدين صحيح صارت له مع بعض أعضالة السياسية لا لا شوف أنا حاضر سيريدا شرف الدين وكل مرة يصير إشكالية ستطويقه وانتفاهم بحواج وانتفاهم بأخر مرة تفهمنا سيريدا شرف الدين عنده مشاكل وقت عليه ضغوطات ضغوطات ربما خارج الميدان السياسي وحملة الهرس في علاقة بأزمة وزارت الصفحة والأدوية في علاقة بأزمة معناها الأدوية ولا غير ذلك وكان معناها كانت هرسة لرجل نظيف ورجل معروف ورجل باستقابته ونهار نحكيه على اليوم معناها التوظيف لا لا تشوف الفيسبوك واسمعوا أدوى فاسدة وردوه مجرم والرزع هو ومعروف هذه معنا الصفحات معروفة لمن تشتغل ومعروف اليوم ما اسمع فيما دباك لمن تشتغل لا معروفة فهمت برا شوفها لشكومتة تعرفها لا أنا ما نعرف لا نعرفها والناس كل تعرف لمن تشتغل واليوم فهمت مشكلة ريال ما بتتوظيف الأعلام ما تعرف شوف فترات الانتقالية تضعف الدولة وكي تضعف الدولة اللوبيات تخترق ثلاثة دعائمة الديمقراطية وهو الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني واليوم هادم ثلاثة مخترقين باللوبيات والمافيات يثم قيادات خرجت وحدها وحدها ثلاثة مخترقين بالمافيات واللوبيات والناس كل تعرف هذا والناس كل تعرف هذا وتوظيف الأعلام مش أنا أقول عليه اللوبيات حدا داخل الحزب كانت عندها بنسوير سما ما أقتلك سلي ما أقتلك سلي أنا أقتلك اللوبيات اقترق الحزاب بدون استثناء سناجي جلون أنت ضايع في فرصة سناجي ضايع في فرصة همش نكلمك تواسة همم التالي خانا تجاوب أنت أني مصلحك ربما ما مصلحتك سياسيا باقي يكمل أخوة سيون أنت تواسة اليوم حشتهم بالإجابة على السؤال التالي قلت أنه نداء تونس باش يرجعوا في حاجة لما شمل وين أخير قلت لك أنا لا أرى مؤشرات لذلك قلت لك عراف أنت يوزك أخي عراف يوزك تعطيني 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 أنا معشكونا أنا معشكونا أنا معشكونا أنا معشكونا تقولي نقش على أهلو ده وأنت تدعو في المباشر منظر بحاجة عليه إن أنت يحاكم المبادرة لا أعقل أسألتك على الشقوق مختلف الشقوق حتى نداء بشكونا بتتصلوا أنا بشكونا معشكونا تقعدين تخدموا من هي الأطراف لما شواهقت من نرفضها من كذا من كذا من نتقالي يا يوسف لالا أنا أجاب لايان السوات لاينا سويس اشتركوا في القناة لاينا سيكون وزع ديكوتا وعنات 4 شهر وزع للنخراطات لاينا سيكون مؤتمرين ما بين 1200 مؤتمر لاينا سينتخبوا مجلس مجلس وطني مجلس وطني في توازن جاهوي وبالتشطيب وفي الصندوق من سيستعيد نيدا تونس من أبناء الذين غادروا قطوا يرجعوا وشكون خلوهم ترجعوش ومن قال لهم معناها أن يعودوا ومن طلب منهم ذلك أنا أقول لك أنا ما أردني معناها مسؤول كبير يا أخوي البن بفتوح الأولاد نبدأ سيكون يرجعوا ويتفضوا ويلقوا مكانهم ويلزم ويلزم أولادنا ويلزم أولادنا هذا موقف هذا موقف سيمون سيمون قرار الهيئة التأسيسية وبإمضى محمد الناصر حفظ قد سبسل إذا بالحاج محمد فضل بن عمران سلملومة يقول قرار الهيئة السياسية مواصلة تأسيسية تأسيسية مواصلة تأسيسية أو تفويذ من يمثله إلى حين انتهاء مهمها وحلها من عقاد المؤتمر الانتخابي في جويلة 2016 والمدعو المزعوم مؤتمر سوسا نفس القرار يأكد قرار الهيئة التأسيسية تسمحني ما هو وجودك القانوني أنت كي تقول هوني ديتونس منذ 31 جويلة 2016 فاقد للصفة القانونية أنت الآن لجنة الانتخابات لأنها بداية الجواب جاء وقالوا أخيها هاو لجنة متعداد المؤتمر فيها سريطة شرف الدين وفيها سيبو جبعة الرميلي وفيها مدرونيج وفيها لمية الفراتي وفيها سناغنيمة فيها ناس نعرفوه من ديتونس أنا كلموقف مبيناتي أنا ولازيخا قلتهم لا ما نشكوش في الناس هذي الناس عملت معانا مسيرة ونعرفوا استقامتهم ما نشكوش فيهم عملنا احنا المبادرة بتاعنا بتاع المشمل لما الشمل سيديات تجهي لكل من كان في ديتونس وكل من يريد أن يصبح من ديتونس وباش نسميلك تسأل على الأحزاب خذينا قرار احنا فيهاية لمشمل في لمشمل وعدها المكتب التنفيذي كل ثمين ألغينا كل القرارات للإقصاء والطرد والتجميل والأسابعات حتى السيوس في الشات هنيجيتك هنيجيتك ورفضنا كل الاستقالات بشكل رجعي وهذا يخص كل من انت ما في أي لحظة لديتونس بما فيهم السيد رئيس الحكوم الحال ما هو مزادة معني بالقرار ما عمل حزب هو يا بما يا ولدي يعمل حزب ولا ما عمالش أنا نقول الناس الكل تراوح لدار لحظة لحظة وبدون إقصاء وبدون تمييز وبدون غرب معك هذي الناس هذي الناس هي الليلة بحثة وخليني نقول لك اليوم أول مرة نقولها في العلامة أول مرة سر هذي الناس تحيا تونس مشروع تونس بني وطني حزب المستقبل لتونس أولا أقسموا بالله العظيم خدمة تونس وانا محادثاتي متطورة ياسر في المسائل هذه الكل هتحلم باللحظة للعودة إلى ندى تونس أبوه ولا ثم شكون يرفض مبدئين العودة إلى تونس الناس كل متخوفة يعني جايك الناس كل متخوفة متخوفة ما القيادة هذه القيادة هذه في تحفق قيد سبسي ومتخوفة أيضا والآن بدأت ولي ثم قناعة أنه ما تماش متمر ديمقراطي في ظل القيادة هذي سيدي أخوية أنت سمحني سبع ما استفقنا على الجامعة وقلت وعينتوه أنتو ما متفقناش عليه عنا دون سياسي لتعك هل لجنبت أعداد المؤتمر؟ أي سيدي يرضيكمش؟ الرجوع لجنبت المؤتمر أعداد المؤتمر ديمقراطي يا سيوسف ونعطيه هتا سير الحزب في الأذناء ما عندك صيفة أنت قانونية بإمضاءك أنت ما عندك صيفة بإمضاءك أنت تعود لك صيفة خليت حذر المؤتمر المؤتمر يكون في جوان وقت يكون المؤتمر ديمقراطي ما عاش ممكن يا منظور ما عاش ممكن يامد أعطيني أعطيني أنا قة تلطرئ م biological الم جميع لا ت البحث أنت صفحة خلي كامل لا northwest تلطرئ لا تريد أن تقوم بخباتك الصخرة لا تريد أن نقول لك ما هو الموضوع تترى أن تفعل سمخياري إما تفعل تفعل تلكميتا يوسف سوف نقول له التفنسب بطريقة مبسطة سلمكية تفعل تفعل تلكميتا وكما موت مرسوسة موت مرسوسة بيس موت مرسوسة ثانية لا يمكن أن يدعون فيه والندائيين والندائيات لا يمكن أن يمشون فيه وأنا أعطيك دليل الوارح المجلس الجهوي بولاية سوسة من هيئة من تنسيقية جهوية وكامل تنسيقات المحلية الولاية سوسة واحد ساحبوا اعترافهم بالهيئة السياسية اثنين رفضوا استقالة ريدا الشرفدين ولجن تو ثلاثة قالوا من رجلوش الاستمارات المركزية اربعة نوقفوا نشاطنا في حزب حركة نيدا تونس إلى حين الانتخابات هذه سوسة منوبة منوبة المدينة جديدة دندين كلموا فيه اليوم سامحني كلموا فيه من شمال الغرب كلها الكيف وعبيدة وسيد علي بن عون والحفية وكذاك سترى الناس رافضتهم يودي الناس رافضتهم يودي أبعدوا خلي حاوة تتلمي ليدا تونس ربي يهديكم اروا هذا هو المطلوب اليوم يعني القيادة الحالية حجرة عثرة مرفوضة أسبحة حجرة عثرة أمام وحدة ليدا تونس اي سيدي تحبوش يا وحن او عن مباشرة وحن لا لا حل خلي تخص علي اي سيدي لجنا هذية عندك تشكيك فيها سمحني سمح لجنا هذية عندكم تشكيك فيها تاخذية تسير معنا يا سيدي تعرفش كيفاش من هنا المنتمر هو سئني كيفاش المنتمر في جوان يولي مخر ناس كل تعرفش عبدو تسير يجيز مازال تقيقة تشكيك عمنا عمنا عتسم الرحيل احنا وناس ومبعدين عمنا الحمل ترسيل الخامة الانتخابية موجة الوصلنا الانتخابات كي نعملوا موت مردي مقرحي في جوان يحبوا يعملوا تلكمية لا لا شوف انا نوم بالمؤسسات شوف انا نوم بالمؤسسات وبروفير مؤسسات منقوصة كغياب مبسوسة وثم ربما سوسة وضع حساد وهو ريدا شرف الدين وقت هرسالته ووقت الضغط عليه في جهة الاخرى خلي كابل شوفت اسمع وقع الضغط على المنظيم بالترهيب والتهديد وبالاغرع ونحطك معتمد ونحطك والي فما هرسله الناس كل تعرفش الناس كل تعرف فما هرسله فما هرسله فما هرسله فما هرسله فما هرسله شوف اليوم الناس قاعد تخرج اما الناس مش قاعد تخرج احنا المرافات عملنا معناها دورة المستشار البلدية كلهم موجودين وموجود الحزب هذا عنده 1600 مستشار البلدية ما هوش عدمي الحزب هذا شوف انا بالنسبة لينا نوع من فمنا قاس حنيد الهيئة السيسية نبثق من ندات سنوسة انا كنت ضدها اما انا بالنسبة لينا نحب نبني نحب نواصل نحب ما نكونش عدمي مش ياخوية كل واحد وجعه راسه يخرج من الحزب شوف الجاحف يقول كل ما العجم رواية الاول على الثاني وكل ما العرب الارتجالة حذوة بائر انا ما نحبش نرتجال حذوة بائر الحب نبني رغم المشاكل ومنظر يعرف ويعرف اننا اكثر واحد دقدي داخل النداء نحب نقعد في الحزب هذا نبني بيه حاجة نبني مشروع احنا ماشيين للموتى مارسي سافريل جانسو كونذاكو مش ينجح مش ينجح وعمالية ترمي لا خاني منظر كمان خاني منظر خاني منظر خاني منظر وعمالية ترميم عمالية ترميم نداء هي سايرة موجودة الباب مفتوح للناس الكل للناس كل ولكن عمالية ينجي اما احنا السيدة المشاعمال شوف الناس ماشيات عمال وعملت حزاب ولعنة نداء تونس وسبت نداء تونس وقارد نداء تونس لا يرجعوا اما فهم اخلاقيات في الحزب واضح فهم اخلاقيات في الحزب واضح عزل ثواني اشيلي يقولك يحكي عالجي تحكي عالجيحر يجمع ما دخلوش المدرسي بتادي ما دخلوش الكتاب أصلا في السياسة شو تحكي عالجيحر مستويهم في السياسة ما يوصلش الكتاب على كل في الحزاب الكل عليش نداء تونس برق عليش نداء تونس برق عليش نداء تونس برق يا أخي الحزاب اللغر بيوم الثواثيات لا أسمعك أنا مش نقول حاجة لو كان يسمعكم الحد وقت اللي تقولوا باش نبنيو كان جربناكم وبنيتوا قبل أنا نسمعوكم انتم فشلتوا على كم يا ولدي في انتخابات 2014 سنما مليون وسبعمائة ألف مواطن توتش سيموندر 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 عندي ضيف خطة أخيرة اخسرتوا مليون سوت ليش نداء ليش نداء خمس ثواني نحب كل الندائين والنداء تتحويجها البلاد هذه يا روكي تتجندوا انتم ما لا خوفوا عليها ولا ما يحزنون حطوا بديكم في دين أبعادكم ومشي المؤتمر وردوا بالكم تقبلوا تتناسلوا أنه ميكونش ديمقارات بهذا نشكروك ونختموا سي منذر العالم يوس معاش عندي الضيف 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 لما شامن وشوف نداء تونس خدموا عليه الأعداء والأصدقاء سي ناجي ورغم ذلك ميزال موجود نداء تونس شكرا بدوام البقاء والسؤد منيكم شكرا سي منذر بالحج النائب المستقل في مدنس النواب سي ناجي جلول عضو الهيئة السياسية في حركة نداء تونس تبقى لحظة قدم الفقرة الموالية معنا والحدث في الثقافة هو المهرجان أو دورة الأولى المهرجان الدولي المسرح المحترف أربع على أربع اسمه في جندوبا ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية في جندوبا نشوفه بعض مقتطفات من أنشط المركز ونعود نستقبل مدير المركز بش حدثنا على الدورة الأولى سيلازر الفرحاني بعد قليل فضل شكرا 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 شكرا